أهلا بكم كعادته كل يوم أربعاء وخلال لقائه الإسبوعي بالحجاج في قاعة بولوس السادس في الفاتيكان استكمل قداسة البابا فرانسيس في حديثه لجموع الحاضرين الناطقين في اللغة العربية شرح صلاة الأبانة موضحا قداسته وجوب طلب ملكوت الله أولا قبل النظري في الخيرات المادية وقال أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس تكلم البابا اليوم في تعاليمه حول المسيرة الإنجلية التي يرويها سفر أعمال الرسل عن أول معجزة شفاء يذكرها هذا السفر والتي جرت على أياد الرسولين بطرسة ويحنى أوضح قدسته أن إيمان الرسل كان يظهر أيضا عبر أعمال ملموسة ومن خلال الأعاجيب والآيات التي قاموا بها باسم المسيح كشهادة لحقيقة البشارة فالكسيح منذ ولادته والذي كان يتسول مالا من المصليين لم يجد لدى الرسل الصدقة التي يطلبها إنما الكنز الحقيقي الذي يحتاجه أي اسم يسوع المسيح الناصري الذي ينقذ الإنسان فقال له بطرس لا فدة عندي ولا ذهب ولكني أعطيك ما عندي باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي إن غنى الكنيسة وثروة كل مسيحي يتلخصان في الإنجيل الذي يشهد لقوة اسم يسوع الذي يصنع العجائب ويمنح لمن يؤمن به الشفاء والخلاص والآن تحياتي البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية أحسنًا أحسنًا اشعرق بالصحة أعطي المسيح الناصر أحسنًا إلى الأندسة المسيح ومن يعني بسيطانًا من الراقيا من الالغة الإطالية ومن تحسنًا إلى الله كثيرًا نحسنًا إلى الله أين كنت عديداً لكي ينصع إلى الله ولكن يحسنًا لكي يسعني أتخذره قدًا ويساء كل شيء يحسنًا سيحنًا موسيقى 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 إن الله بذلك يفتح قلوبنا على الصروة الحقيقية ويشفينا من أمراضنا المادية والروحية ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير ترجمة نانسي قنقر